سيكون أكثر من رد أو سيكون ردا مركبا من إيران من جبهة الجنوب وربما من جبهة العراق ما رأيك؟ مساء الخير لك والمشاهدين والدكتور طارق طبعا أنا أوافقه بالكثير من الكلام وربما بكل كلامه لك شك دون أدنى ذلك ولكن دعيني أشير إلى بعض المسائل هذا الخطاب له دلالات ورسائل كبيرة وكثيرة أهم هذه الرسائل برأيه هي أهم من الرد العسكري لأن الميدان يعمل الآن وحزب الله في السابق قد رد على كل الاختيالات التي حصلت فيما يتعلق بالقادة نعم هذا القادة حيسيته مختلفة كليا ولكن الرد الأبلغ على هذا الموضوع هو أن حزب الله أو سيد نصر الله أعلن وأكد الآن أن مهما حصل ومهما بلغت التضحيات فأن حزب الله سيستمر بوقوفه إلى جانب غزة وأن ما يحصل هو نوع من المحاسبة من العقاب من السأر من أي شيء فيما يتعلق بوقوف حزب الله إلى جانب غزة وبالتالي أكد اليوم السيد نصر الله أنه مهما حصل في هذه الحرب التي من المتوقع أن تكون طويلة وأكثر حدة وأكثر تصاعدا فأن الحزب لن يترك غزة بل سيبقى إلى جانب غزة هذه رسالة سياسية هامة جدا الرسالة السياسية الثانية التي أيضا أشار إليها السيد نصر الله بطريقة أو بأخرى إلى أنها إسقاط لهدف العدو هي الذهاب نحو الفتنة بين اللبنانيين أولا الزهاب نحو الفتنة مع دروس سوريا ثانيا لأن ذلك يؤدي إلى مشكلة ومعضلة كبيرة فيما يتعلق بلبنان والعلاقة مع سوريا أيضا المسألة الثالثة التي أشار إليها أيضا سيد نصر الله بأنه سيقوم أي رد أو أي فعل سيكون لتفكيك أو فك أو منع أو حصار هدف العدو وأسقاط هدف العدو من الاختيال هو منع الذهاب إلى حرب شاملة يريدها العدو بطوقيته وبالمكانه وبخياراته وليس بخيارة حزب الله كما أن العدو عندما يستهدف القائد الحاج إسماعيل هنية يريد نعم ذكرت منع الوصول إلى حرب شاملة نعم لكن أيضا نصر الله يقول وأكد أكثر من مرة منذ بداية الخطاب بأن الاستهداف كان لمبنى مدنيا وطبعا سشهد مدنيون في هذه الضربة ولضاحية العاصمة هذا ربما يعطي دلالات على أن الاستهداف أو الرد من قبل حزب الله سيكون لمنشآت مدنية وليس عسكرية كما هو متوقع نعم هنا نأتي إلى الرد وخيارات الرد عسكريا بعد أن تحدثنا عن تفكيك الجبهات سياسيا فيما يتعلق بالرد عندما بدأ السيد كما ذكرت حضرتك بدأ بالحديث عن كيف استهدف العدو بأربع نقاط مسألة الضاحية المدنيين المكان وما إلى هناك لكي لا نعيد الخطاب عندما يقول ذلك السيد يعني يحضر الميدان إلى شيء لا يتوقعه العدو أو أن العدو أراده ولن يحصل بمعنى البعض اليوم في كيان العدو قال أنه تم إرسال رسالة لحزب الله لمنع استهداف مدنيين وإلا ذلك سيؤدي إلى حرب مع لبنان في السابق حزب الله وضع استهداف المدنيين باستهداف مدنيين أو التوسع في حال الاستمرار باستهداف المدنيين إلى مستوطنات جديدة اليوم السيد نصر الله يعود ويؤكد ذلك ليقول أن الأهداف يمكن أن تتنوع وليس فقط يمكن أن تكون الأهداف عسكرية كما يريدها العدو يمكن لحزب الله أن يقوم باستهدافات متعددة أو باستهدافات نوعية قد يكون بالسياق سقوط مدنيين فعن ذلك لا يتحمله حزب الله لأن العدو قتل مدنيين أيضا يمكن أن يكون هدفا عسكريا كبيرا وضخما وبالسياق يمكن أن يسكت مدنيين أيضا حزب الله لا يتحمله حزب الله لديه مروحة أهداف اليوم منها اقتصادية وحيوية منها مدنية يعني ما بدنا نسمي المستوطنات ولكن من الشمال إلى ما بعد ذلك ربما بغجدان ربما بحيفا يعني بنهاية المطاف حزب الله يقرر ذلك وأيضا هناك أهداف عسكرية متعددة بيّنتها رسائل الهدهد في الأفلام الأربعة التي يعرضها حزب الله هنا أعود لمسألة التي تحدث عنها الدكتور طارق أن من الممكن أن يكون الرد متصاعدا أو متنوعا بمعنى أكثر من الرد في هذا الصياق أو أن يكون مركبا كما حصل في السابق عندما رد حزب الله على استهداف القائدين أبو طالب وأبو نعمة أن يقوم الآن عندما يرد حزب الله أن يقوم بالرد من خلال أيضا استهداف متعدد أو استهداف مركب بصواريخ ومسيارات ولكن برد سيكون دون أدنى شك أكبر من الرد الصادق نعم دكتور حمود تحدثنا أن الرد ربما التلفزيون العربي